اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل تمكن الفيلم من بلورة رسالتها المبطنة بالشكل الصحيح؟ تعالوا نشوف حياكم الله تعالى في كوكب با 612 بلانت بي 612 في كل اسبوع اقوم برفع تقييم على قناتي على اليوتيوب تابعونا القصة يتم عرضها من خلال دوكومنتري انترفيو ستايل ويتخلل من فترة الى فترة مجرى احداث الفيلم يتكلم فيها المعلم هنري بارثس عن تجربته التعليمية ومدى قسوة وصعوبة مهمة المعلم وخاصة المعلم البديل سبتتيوت تيتشر ونشاهد بالتحديد مغامرته مع مدرسة معينة وكيف يتعامل مع مشاكل الطلاب والتعامل مع اخلاقياتهم الفاسدة ويتعرف على بنت اندر ايج اتخذ الطريق البغاء لكسب المال والعيش ونرى كيف يتعامل مع قضيتها ثم نصل الى نقطة تمركز المشكلة العظمى في المجتمع واللي هي السبب الرئيسي في تدهور حياة اغلب الاطفال اللي بعدين يكبروه ويصيرون مهابيلة ومجرمين احداث القصة مثيرة ونص الحوار بين المعلمين والطلاب مفحم وذكي وينم عن خبرتهم اللي بالتأكيد تعكس ابداع الكاتب وقدرته الممتازة ربما اصعب شيء تمكن الكاتب من انجازه هو عرض مشاعر المعلمين ومعاناتهم بشكل ملموس هذه الحالها ابداع وبعدها ننتقل الى نهاية الفيلم الجميلة ربما اقوى عنصر في القصة هي شخصية المعلم هنري بارثس المميزة الاخراج متميز بالذات في التعامل مع الاضاءة والظلام ويستخدمها في صناعة اتموسفير يعكس اسى القضايا الكاميرا وورك ايضا ذكي لانه يأخذ طابع التصوير العفوي داخل المدرسة ويأخذ طابع ديب وهادئ لما يعيش المعلم هنري حياته الشخصية بس في عيب بسيط في تزامن الموسيقى مع الاحداث بحيث ان المخرج يخليها تعزف اغلب اوقات الفيلم وبالتالي يجبر جو ميلانكلي زايد عن اللزوم لا تتحمل احداث القصة لو بس خفف منها شوي كان افضل الممثلين اللي ادوا دور المعلمين اغلبهم اداه بامتياز خاصة الرئيسيين واختيار الممثل ادريان برادي لدور الشخصية الرئيسية جدا موفق ومناسب شكل كذا جاهز من الله ان يعاني وحزين الممثلين اللي ادوا الطلاب ايضا مناسبين وواقع اداؤهم اجمل شي في اداء الممثلين انه يعكس الباكراوند ستوري في شخصياتهم وبالتالي نستطيع نستشف نوعهم من البشر بسهولة هذا طبعا غير ابداع طاقم العمل في التسريحات والمكياج والالبسة التمثيل فعلا ممتاز في ديتاجمنت اللعب في الاضاءة والظلام ساهم في صناعة فوتوغرافي مناسب ايضا مواقع التصوير ونوعية المباني والاثاث جدا رائع ويعكس تركيبة الشخصيات ويساهم بالتالي في خلق مصداقية اكثر لدعم القصة اما الموسيقى مبالغ في سوداويتها واستخدام المؤثرات الصوتية ما كان له اي لمسة تذكر خلاصة الفيلم من النواحي القصصية والاخراجية والتمثيل هي ما يطمح الي صناع الافلام والمشاهد على حد سواء غير كذا تمكن الفيلم من عرض رسالة الاخلاقية بشكل قوي ربما زايد عن اللزوم شوي ودك بعد ما تشاهل فيلم ديتاجمنت تبحث عن كل معلم كرس حياته لبناء الاجيال بكونه قدوة حسنة يحتذا بها وتقبل رأسه وفي نفس الوقت ودك تدور المدرسين المزبلة اللي خرجوا اجيال متطرفة دينيا متعطشة للبطش والاذى وتشبهم نار اما المدرسين اللي ثيابهم خصر ويتعلقون بتمطع هذا ليبي لهم وقت بنات حموما انصح بمشاهدة فيلم ديتاجمنت خاصة للي لهم علاقة بالتعليم